أهلا بكم من جديد وضعت شركة أرمادة الكويتية حجر الأساس لمركز توزيع اللوجستي لعملياتها الإقليمية في منطقة البحرين اللوجستية وذلك بمجموعة استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار وقد أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد خلال رعايته حفلة وضع حجر الأساس لشركة أرمادة تميز قطاع النقل والخدمات اللوجستية ببنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال وتسهل الوصول إلى الأسواق المجاورة فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن اتخاذ البحرين مركز إقليمي لعمليات أرمادة اللوجستية يعكس ثقة واهتمام الشركات الكبرى بمكانة البحرين باعتبارها المركز الأمثل للشركات اللوجستية وذلك من خلال موقعها الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية طبعا اليوم نحن سعادة جدا أن نكون موجودين في حفل واضح حجر أساس شركة أرمادة اللي اختارت البحرين تكون مركز الأقليمي لها لتوزيع الملابس هي شركة كبيرة موجودة من السبعينات فتستخدم البحرين كمركز لها لنقل لخدمة السوق الخليجي بشكل عام تقريبا خذوا مساحة 18 ألف متر مربع في منطقة البحرين اللوجستية في منطقة سلمان الصناعية باستثمار تقريبا 50 مليون دولار راح يقلق فرص عديد إن شاء الله وما في شكلنا بيضيف إضافة كبيرة للقطاع اللوجستي والنقل في مملكة البحرين فنحن نشوف أن هذه تكملة حق الخطوات اللي اعلننا عنها وتكملة إلى اهتمام صاحب السمو الولي الأهد في هذا القطاع اللوجستي وخلق المجلس اللوجستي اللي سهل في إجراءات جسر الملك فهد واللي شجع بعض الشركات أن تستخدم البحرين كمقر لها لتوزيع السلع في أنحاء الخليج فيعني هذه اختيار شركة أرمادة للبحرين هو تأكيدا إلى موقعنا الاستراتيجي ولخطتنا حق تنمية القطاع اللوجستي في المملكة وفي السياق ذاتها أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرمادة الكويتية أحمد الطحان أن المركز اللوجستي سيوفر أكثر من 400 وظيفة حين بدء عمليات الشركة وسيكون غالبيتهم من العمالة البحرينية المؤهلة والتي تعتبر من أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع اللوجستي 400 عامل سيكون الجزء بسيط منهم هو مخازن كما رأيت المخازن هي أوتوميتد فبالتالي لا يكون فيها عمال مخازن كثير الباقي هما سيكون إداريين ويكون غالبا من العمال البحرينية هذا التاركت الذي لدينا نسبة عمالة عالية كثير من البحرينين ونحن مجددا بعملهم أطلقت شركة تقاعد للإدخار والتقاعد خطة توفير وهي الخطة البحرينية الأولى في دول مجلس التعاون للإدخار الوطني بعاءة ثابت قدره 5% وتوفر الخطة مستندات وطنية صادرة عن حكومة مملكة البحرين وتهدف خطة توفير إلى تقديم عائدات تنافسية ومرتفعة للمدخرين من خلال مساهمات فردية لمرة واحدة أو مساهمات شهرية بحد أدنى قدره 30 دينارا بحرينيا ويمكن للمواطنين والمقيمين الاستثمار في البحرين من خلال خطة توفير ليكون لديهم خطط للإدخار الوطني مع تحقيق عائدات أقوى بكثير مقارنة بحسابات التوفير المصرفية العادية هذا وتعتبر شركة تقاعد هي الشركة المتخصصة في توفير حلول الإدخار والاستثمارات والمعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحن جايبين يعني هيدلاين للإدخار قدام كل فرد عايش في البحرين الشيء الثاني أن الإدخار بالطريقة التقليدية هو غير مجدي اقتصاديا إدخار العائد مالي نص واحد أو واحد في المئة في السنة في حين التضخم ثلاثة في المئة من ناحية الاقتصادية عائد غير مجدي مع توفير إن إنسان حصل خمسة وستة في المئة والشيث ألف وهذا مهم إلينا كبحرينيين والحكومة البحرين إن في مشاركة محلية واسعة على مستوى الأفراد العاديين على مستوى الزبان التجزئة مع توفير حتى الإنسان العادي من ثلاثين دينار أو خمسين دينار أو مئة دينار يقدر يستمتع أو يستفيد من العائد العالي للسندات وهو خمسة أو ستة في المئة حسب انطباعاتنا الأولى في السوق هذا المنتج راح يكون إلاقي نجاح جدا كبير ومثلما قلتنا في المؤتمر الصحفي إجابة بعض الصحفيين نتوقع إن قبل نهاية العام على الأقل كطرح مبدئي يمكن نوصل إلى 20 مليون دولار فتح مجلس المناقصات والمزايدات الخميس 101 عطاء لـ 23 مناقصة حكومية تقدمت بها 9 جهات حكومية وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة 7.287 مليون دينار بحريني وتصدر طرح المناقصات إدارة المخازن المركزية بتسع مناقصات كما طرحت شركة نفط البحرين بثلاث مناقصات وتوفير خدمات الدعم والصيانة لجهاز CRMFBD لمستشفى عوالي وخدمة صيانة وفحص معدات الوقاية من الحريق ومكافحة الحريق في حين تقدمت وزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني الأشغال بثلاث مناقصات من بينها المقاولة الزمنية لصيانة الجسور 2016-2018 كما طرحت شركة البحرين للاستثمار العقاري مناقصتين شملت تطوير المنطقة الشمالية لجزر حوار بقيمة إجمالية بلغت 3.76 من ألف مليون دينار ومناقصة لاختيار استشاري رئيس لمشروع تطوير ساحل بلاج الجزائر والآن نترككم مشاهدين مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة ومشاهدين من أداء البورصات الخليجية في بداية تعاملات هذا الأسبوع حيث أغلقت السوق المالي السعودي عند مستوى 6858 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.33 من مئة بالمئة أما بالنسبة لبورصة الكويت فكما هو موضح على الشاشة فقد أغلقت عند مستوى 6658 نقطة بانخفاض طفيف أيضا بلغت نسبته 0.17 من مئة ونأتي لأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أغلقت عند مستوى 4593 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.33 بالمئة ونأتي لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1310 نقاط بارتفاع عن طفيف بلغت نسبته 0.26 من مئة بالمئة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و321 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 315 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 35 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية والاستثمار والتأمين والخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 61% من القيمة الإجمالية للأسهم